هذا وطلبت كييف اليوم من الاتحاد الأوروبي إغلاق حدوده مع روسيا وبلاروسيا وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان أن قطع الروابط البرية والبحرية تماما مع روسيا وبلاروسيا ضروري لوقف إمداد روسيا بسلع قد تستخدم لأغراض عسكرية وأكدت الوزارة أنها أرسلت طلبا رسميا في هذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية الذي من شأنه أن يزيد الضغط الاقتصادي على موسكو ومينسك في الوقت الذي تجد فيه الشركات الروسية طرقا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بحسب البيان الأوكراني